ساعة الخير عامليني يا رب اكونوا بخير توقعات برج العزراء لتالت اسبوع من شهر مايو 2023 وادخل في الجانب المهني اسبوع ايجابي جدا ومحتمل تعلم مهارات جديدة داخل العمل لما يكون في اسبوع زي كده فعلا طبعا دي توقعات الغيب محدش يقدر يرفغ لربنا احنا بنستفيد الدردشة وكمان الفة انتباهك او انتباهك من خلال النصيحة خلينا نكون متفقين على ده لما يكون في اسبوع كده وقدامك فرصة وقدامك فرصة تتعلم مهارة جديدة اتعلم احنا يعني محتاجين كل حاجة نقدر نستفيد منها ونتعلمها الفترة الجاية مهمة جدا وده بسبب التطور للعالم كله بيدخل فيه احنا اكيد سمعنا عن الزكاء الاصطناعي وشفته الدنيا بتتطور بشكل ازاي الاشخاص بقى لو ما اتطورتش مش هيبقالها بعد كده شغل فاحنا محتاجين نتطور ده غير كمان سيبقال بقى مش هيبقالها شغل عشان تتقدم وتتقدمي لازم تتطور لو فضلت زي ما انت يبقى هتفضل زي ما انت مش هتتقدم ولا هتقدر توصل اللي انت عايزه اكتر اشخاص بتتقدم بجد وفعلا بتقدر تحقق نجاح هي اللي بتطور من نفسها باستمرار وتشوف ايه اللي ناقصها وتكمله فانا عايز اقولك واقولك اي فرصة ان انت تتعلم حاجة جديدة اتعلمها حتى لو مش في مجالك او مجالك ربنا يا رب يوفقك ويقويك ويديك الحكمة اسبوع مستقر يعني المفروض تكون في فرص كتير ان انت تقدر تشتغل اكتر بزهن رايي وصافي ده لو ده حقيقي يعني وكمان تقدر تستفيد اكتر او تتعلم اكتر ندخل بقى الجانب العاطفي وابدع بالعزاب جاذبية اتجاه عزاب برج العزراء ده غير كمان ان الكواكب هكون بتدعم موليب برج العزراء وده هيساهم في فرص ارتباط بنسبة كبيرة بجانب ارتباط تقليدي بس بنسبة قليلة الارتباط التقليدي يعني النصيب الاكبر او النسبة الاكبر ارتباط عن حب عايز اقولك واقولك لما يكون في شخصية قدامك يعني في ارتباط او انت شخص قدامك في ارتباط دايما اختار الشخصية حافز ليك اللي تشجعك على طموحك اللي تؤمن بطموحك هي دي اللي هتخليك تتقدم وانتي لما تيجي تختاري شخص اختاري اللي هيصونك واختاري اللي متربي ومن اصل كويس دي اهم حاجة اظن احنا بنشوف نهاية جوازات ونهاية كتير مش لطيفة وده بسبب سوق بيبقى اختيار اختاري الشخص اللي يصونك ويقدرك ويكون من اصل طيب ودي فرصة لنفسك وانت كمان ادي فرصة لنفسك تعرفه بعض تعرف الشخصية كويس اوي اوي ربنا يا رب يبعت لكل شاب وشابة الشخصية المناسبة ندخل بقى على المتزوجين والمرتبطين اسبوع تفاهم وقلفة ومزيد من الاستقرار الاسبوع ده شكله مستقر اوي يعني لو جاي مع موليه برج العزراء اتمنى بجد ان التوقع ده يكون حقيقي لما يكون فيه فعلا ان الدنيا مستقرة كده وهدية ياريت ما ننكشف اي مشكلة ونسايس امورنا يعني او نسايس الاستقرار ده عشان يطول اطول فترة ممكنة طول ما فترة الاستقرار بالطول طول ما انتوا مستفزدين وقاعدين في هدوء وراحة وظني ما فيش حد من اللي بيشوفني سواء راجل سيدة شاب شابة مش عايزين يعودوا في راحة شوية وهدوء كده وهدوان سر ربنا يهدي سر كل بيته يكمل المرتبطين على خير ندخل بقى الجانب العائلي تجمعات عائلية بنسبة متوسطة ونقاش في امور مهمة تخص عائلات موليب برج العزراء يعني العيلة هتتجمع وهيكون في امور مهمة هينقشوها يارب كل عيلة هتتجمع على بهجة وسعادة وفرح ومحبة ومش مكتوب خلافات اتمنى ده للجميع ندخل بقى عالجانب المالي ازمات مادية بسبب ظرف خلال الاسبوع يعني فيه ظرف كده ما هيكون سبب فيه ازمة مادية فكذين لما كنت انا بقعد اقول لكم دايما حاولوا على قد ما تقدروا تقسموا الدخل بتاعكم وتخلوا نسبة حتى لو النسبة دي بسيطة على جنب كل شهر او كل فترة لانها ممكن تنفع في الازمات عشان كده هو ده اللي بقوله على قد ما تقدروا تدخلوا اي حاجة للظروف الطرقة اللي زي دي او للظروف الماء ده هيقمنكم الى حد ما بنسبة كويسة دي نصيحتي ورأيي الشخصي وانتو طبعا احرار ربنا يا رب يوسع من رزقكم ندخل بقى على صحاب المشاريع ارباح مقبولة نسبيا على مدار الاسبوع يعني الاسبوع ده مش مادي اوي او مش جاي ايجابي في الماديات اوي مع موليد برج العزراء من ناحية المادية هو مش مع برج العزراء اوي ولكن هي الدنيا كده شوية كده مش هتصبت في كل حاجة لازم يبقى في حاجة كده فيها خلل فلازم احنا نتعامل ونحاول اقلم امورنا ونتعامل بحكمة مع الظروف اللي زي دي نربنا يوفق صحاب المشاريع ويزيد من ارباحهم الجانب التعليمي دعم كبير لطلاب برج العزراء يساعد فيه رفع روحهم المعنوية ويقربهم من نتائج ايجابية يقربهم يعني من نتائج ايجابية استفيدوا من الدعم ده على قد ما تقدروا يا شباب ويا شبابات صدقوني الناس اللي بتدعمك ودي دايما اهلكو او المدرسين اي حد بيدعمك وبيدعمك ده عايز نجاحك عايزك فعلا توصل للنجاح اللي مش بيدعمك او اللي بياخرك عن دراستك هو ده اللي بفعلا مش عايزك توصل للنجاح او بيعطلك حتى لو شكل غير معصود فالدعم يعني ده دي حاجة كويسة تخليك تذاكر تديك حافظ انك تذاكر اكتر وتركز اكتر عشان تحقق النجاح اللي انت عايزه وعايز اقول للأهالي ياريت دايما تدعموا اولادكم باسلوب صح مش تدايقوهم الاسلوب اللي هو مش حتة ان انت تحاول تدايقوا بالدراسة لا هتالوا من باب الدردشة دعموا وشجعوا دايما وعرفوا اني بالاسلوب بالطريقة يعني ان هو ده اللي هيخليه ينجح انك لما تذاكر وتستمر بالعقل حاولوا تتناقشوا معهم من غير حتة العنف او الحدية سدقوني هيفرق جدا بالمناقشة ممكن تحببوهم في الدراسة وبالمناقشة برضه ممكن تخلوهم يتدايقوا او ينفروا من ناحية الدراسة وان شاء الله ان شاء الله نجاح لكل الطلبة دي كانت توقع برج العزراء لتالت اسبوع من شهر مايو الفين تلاتة عشرين عجبكم الكلام ده تنسونيش في اللايك لو يشترك او مشتركة ياريت تشتركوا عشان تشوفوا كل جديد من فيديوهات نوع انا كمان بعمل فيديوهات معلومات عامة اسملكوا لينك الفيديوهات في الوصف تحت تاخدوا فكرة عن فيديوهات القناة شكرا لكم سلام